ومن المدينة المقدسة أيضاً ووسط حضوراً رسمياً وشعبياً مهيب أقيمت مراسم احتفالية الدخول الرسمي لنعافة المطران مار أنتيموس جاكي عقوب بعد تعينه كنائب بطرياركي لأبرشية القدس والأردني وسائر الديار المقدسة وقد انطلق الموكب سيراً على الأقدام على أنغاب الفرقة الموسيقية الكشفية السريانية من ساحة باب الخليل متوجهاً لكنيسة القيامة حيث كان في استقباله ممثل رؤساء الكنائس ووفود رسمية وحجد كبير من المستقبلين بعدها توجه موكب نيافته إلى كنيسة الأرمن حيث كان في استقباله ممثل بطرياركي الأرمن الأرثوذكس في القدس وبدوره تقدم المطران يعقوب بأسمى معاني الشكر على حسن الاستقبال معرباً عن سعادته بالحفاوة الكبيرة التي قوبل بها مشدداً على أن أهم ما يربطنا هو العمل على أن نكون كنيسة واحدة بقلب واحد وإيمان صادق